الراديو 9090 هواها مصري ببسيط حصلني مش عارفة مشاكل. فالدكتور قال لي لازم تاخذي مسبت لمدة 3 شهور. لحد شهر راح. تمام. مش تمام يعني صح انا بقولك تمام. اه تمام كمل. اه دايما نسمع الامهات اللي بياخدوا المسبت ده يقولوا ده احنا عندنا يعني كان بيجي لي غسان الصبح بعندي غسان طول اليوم. كنت شمى مش عارفة حاجات معينة ريحتها مداييني بقت كل حاجة ريحتها مدايين. تمام. اه كان عندي احساس بالارهاق اراد باربعة وعشرين اراد. حاجة تفسيرك للموضوع ده. هو تفسير الموضوع ده الحقيقة مش هيخرج كتير عن دايما للي بنقوله انا وانت يا فاطمة هنا انه جزء من حالة الوعي. لازم حقيقة تمتد برضو للاطباء وتمتد لبعض الاطباء يعني. لان طبعا معظمهم ناس فهمة ووعية. اكيد. وتمتد لي للمواطنين بقى. يعني فكرة انه انه وخصوصا الانتشار المخيف للاشعاعات عبر الوسائل التواصل وعلى الانترنت. ودي مناسبة حلوة ان انا اقول يا جماعة مش كل اللي بتكتب على الانترنت صح. يعني لما تكتبي موضوع معين. وعشان تجيبي عنده معلومات. مش اللي بيطلع لك ده كله صح على فكرة. هو اختاري بقى شوفي اللي مكتوب ده مكتوب منين. ادي جهة طبية معترف بيها. انتي آآ عندك ألفة مع اسمها او كده. انما مثلا لو لقيت حاجة مكتوبة كده مجهلة او حاجة زي كده. ما تخديش الكلام ده على انه صح. من ضمن الحاجات اللي فيها فوضى شديدة جدا موضوع تثبيت الحمل. لدرجة ان في بعض السيدات ب وميتعاملوا مع الموضوع ده بشكل روتيني. يعني. هو زي عفت فانا كمان. اللي هو انا هاخد مسبة حمل. يا ستي متزبيت الحمل ده. مش محتاجة. في حالات بعض الحالات الشخصية جدا اللي بيكون فيها الحمل مهدد. تمام? وبيتخذ بجرعات معينة والوقت محدد جدا وبزروف وملابسات مختلفة تماما من سيدة الى اخرى. تمام. وبالتالي زيادة الاعراض واردة واردة الحدوث آآ بعضها له تفسير وبعض الاخر ملوش تفسير ان هي ليه زادت او كده. ولكن خلينا نمسك في اصل الموضوع وهو انه لا يجب انك تتعاملي مع فكرة تثبيت الحمل لانه الحمل الطبيعي على فكرة هو ده الغالب. يعني الناس لازم تبقى فاهمة. يعني فكرة. يعني كده حاجة دمرت بقى الجملة انا قلتها وانا دي لانا كنت عايز اسمعها من حضرت. ان الغالب يا جماعة ان المفروض ما يبقاش فيه مشاكل. الغالب مفيش مشاكل خالص على فكرة. يعني يعني انا عايز اقولك ودي ودي يعني ودي يعني دي حاجة وحشة جماعة قوي. انه انه الناس من كتر ما تفرجت على البرامج الاعلانية اللي بيتكلم عن المشاكل المصاحبة للحمل. يعني ان ده كل حمل بيعدي بالمشاكل دي يا جماعة. اكتر من خمسة وتمانين في المية. اكتر من خمسة وتمانين في المية. من حالات الحمل بتمر دون ادنى مشكلة. مش معنى كده ان احنا نهمل. بس بعد كده ان احنا نتطمن. وده على فكرة ده المنطق ودي رحمة ربنا الطبيعية بينا. الحمد لله. الخمستاشر في المية بقى اللي بيحصل لهم مشاكل دول ها. يدخل فيهم انه مثلا برو انه يبقى فيه زيادة في البروتين في البول اللي هي من ادفع المشاكل. يدخل فيها زيادة نسبة السكر في الدم المصاحبة للحمل. يدخل فيها الارتفاع المؤقت لضغط الدم. يعني اقصد حتى الخمستاشر في المية مش مشاكل جسيمة. بعضها بيكون مشاكل جسيمة لكن دي نسبة ضئيلة جدا جدا جدا. من ضمن المشاكل اللي بتحصل في الحمل هو عدم ثبات الحمل. لكن هل نسبته كبيرة ولا صغيرة؟ نسبته صغيرة جدا. تماما. فدي نقطة لازم نخلي بالنا منها. السؤال اللي جاي برضو اللي حاب بس اخبر حضرتك فيه. احنا عايزين بقى نفهم. التلات شور الاولانية ما روحل تطور الجنين ده ايه? ايوة. جوه بطن الان. طيب خلينا ناخد من اول الشهر الاول. تمام. هنتفاجئ دلوقتي لما نعرف انه في الشهر الاول اللي الجنين في نهايته بيكون طوله واحد سنتي. ام. وآآ بيعني بيبدأ اربعة ملي وبينتهي يبقى واحد سنتي. تمام. خلاص دي رحلته في الشهر الاول. اه. شهر الاول من الحمل. ايه اللي بيحصل بقى? بدايات تكوين المخ والاعصاب. ام بدايات تكوين العمود الفقري. تمام. بدايات تكوين خلايا القلب والعواية الدموية. ام. وعلى فكرة ممكن ضربات القلب تتسمع في نهاية الشهر ده. الاول. الاول. خلاص. وبدايات تكوين العينين والاذنين والفم. سبحان الله. ده الشهر الاول. ام. الشهر التاني على فكرة انتي قلتي حاجة مهمة جدا. انتي قلتي ايه? عايزين نعرف اول تلات شهور. ام. اول تلات شهور شهور حساسة جدا في تكوين الجنين. عشان كحك قلتلي مهم الفيتامينز في التلات شهور. بالزب تجد. الشهر التاني في نهاية هذا الشهر بيكون طول الجنين وصل لاربعة سنتي ونص ووزنه وصل خمسين جرام وبنعرف الحاجات دي ازاي بتتعرف بالموجات فوق الصوت بيتكون الانف اللسان الفم العينين تكملة الحاجات بيتكون الازن الخارجية والوسطى والداخلية بيتكون بدايات الرئتين والقصبة الهوائية استمرار تطور ونمو الزراعين والسقين الناس طبعا ممكن تستغرب جدا من اللي احنا بنقوله ده بس كل الحاجات دي بتبقى موجودة يعني بتبقى على هي الطقط انت فهم قصدي كمان الاصابع بتبقى ملتصقة يعني خالي بقى ان الاصابع بتتعمل واستمرار تكون القلب بيزيد عليه بفشار التاني الصمامات بتاعت القلب الحملة موضوع دقيق جدا يعني طبيعي معلش يا دكتور ان انا هقطع حارتك قبل ما تكمل تلت شهر بس طبيعي قوي ان الام تبقى حاسة بتعب والترباط ده كائم بيتكون كائم بيتكون بتفاصيل دقيقة يعني خلينا بقى نرجع شوية كده في الحلقة وانت لو فكرتي في اللي احنا في اللي انت بتسمعين من لها دي وقت انت ربنا سبحانه تعالى اختارك انك تحملي معجزة بجد لا يجب انك تضايعي الفرصة في انك تقعدي تفكري في هواجس وتفكري في حاجات وتفكري في مين حصلوا ايه وبتاع ركز انت في نفسك وركزي في حالتك وسقفي نفسك وحاولي تفكري في الاختيارات الصحيحة في النوم الاختيارات الصحية في الاكل الاختيارات الصحية في الاتموسفير المصاحب وهكزا لانه في معجزة حقيقية بتتكون جواك. طبعا. في الشهر التالت نهاية الشهر بيصل حجم الجنين لستين جرام. خدتي بالك من حاجة يا فاطمة. ان احنا قلنا في الشهر التاني نهايته كان خمسة. خمسة جرام سوري. الشهر التالت. خمسة مش خمسين. خمسة جرام. الشهر التالت ستين جرام. عشان في حاجات اكتر بقى بكتير يعني عارفة طفرة ايه? اتناشر ضعف. اتناشر مرة. يعني الجنين من الشهر التاني للشهر التالت. وزنه بيزيد اتناشر مرة. بتبدأ البطن بيوصل بقى ان الاصابع بتكتمل. وعلى فكرة الشهر ده هو اللي هو اللي بيتزامن مع اكتمال نمو المشيمة عند الزوجة بقى عند الحامل. عش تبقى البطن بقى بتبقى بطن زايدها. بقى فيه هنا احتياج الى الغذاء الدائم. الغذاء والاكسوجين لان المشيمة دي ليا البلاسنتا. هي اللي بتنقل الغذاء والاكسوجين من الام الى الجنين عبر الاوعية الدموية. عشان كده كمان من اللحظ ان من الشهر التالت بتبدأ احساس الغساين بيروح بيبدأ بقى شهور الدلع بتاعت الحامل. هو انا عايز ايكل بقى ابن نفسي بكذا ونفسي بكذا. الوحم بيبقى في شهر الخامس. بالزبط. بس بتبدأ الام يبقى نفسها مفتوحة بقى للأحل تاني. نفسها تتفتح من الوزن في اول تلات شهور. غير يعني لو قسمنا الحملة الى تلات اجزاء. اول تلات شهور. تاني تلات شهور واخر تلات شهور. الزيادة بتكون موجودة يعني الفترة الاخيرة دي ما بحصلش زيادة كبيرة. يعني انت فاهمها قصدي. ودليل على كده ان في ناس بتولد في شهر السابع. اعم. يعني صح? فاللي حاصل ان احنا في شهر التالت بيتكون كمان بيبتدي كتكون عند الجنين الكبد. اعم. التحال. بدايات تكون خلايا الدم عند الجنين بقى. اعم. خلاص? والمفاجأة هنا ان الجنين في شهر التالت. اعم. بيكون قادر على امتصاص السكريات. يعني لما تاكلي بقى حاجات فيها سكة خلاص بتنتقله. دي حاجة كويسة ولا وحشة? دي حاجة كويسة. وفي نفس الوقت حاجة حزرة. يعني لازم نخلي بالنا. اعم. لانه المفروض ان الجنين مش مش لازم اكلك كله يبقى سكريات. هي اعمتا للحوامل بتبقى راحل حوادق اكتر. برافو عليكي. وهنا برضو لازم تخلي بالك لانه. مية. برافو عليكي. ودي من الحاجات المهمة اوي انه دايما بيبقى في من الشهر الاول بيكون في رغبة في شرب المية والسوايل بشكل عام عند الزوجة الحامل يعني. ودايما بتحس بجفاف الفم واللسان بتلاقيها رقها ناشف زي ما بنقول كده. وغالبا بيحصل امساك عشان كده لازم يشربوا مية كتير. في الشهر التالت عند الجنين بتنمو الغدة النخامية وظيفيا مش بتنمو ظهورا. لأ وظيفيا. وظيفان. والغدة النخامية دي اللي احنا بسميها الغدة المايسترو اللي بتكون مسؤولة بعد كده عن افراز كل الهرمونات اللي في الجسم. اللي في الجسم. معنى كده ايه? معنى كلامنا ايه? ان اهم تلات شهور هما تلات شهور برافو عليكي. هو ده بناء. هو ده. اول تلات شهور هما اهم تلات شهور في رحلة الحمل. لان كل الاجهزة الرئيسية في جسم طفلك بما فيها خلايا الكرات الداخل. بيتم تكوينة في الفترة. بيتم تكوينة في فترة دي. كل الاجهزة بتتكون. حتى الاصابع. يعني شوفي بقى. من ازن الخارجية. القلب. ازن. وقلب. اوعدة معية. ورئتين. وقصبة هوائية. وكبد. وجهاز هضمي. وجهاز عصبي. الله. كل ده في اول تلات شهور. كل ده في اول تلات شهور. سبحان الله هي معجزة. سبحان الله معجزة حقيقية. يعني دي معجزة مش مجازا مش كلام احنا بنقوله ده احنا كلامنا اقل بكتير جدا. من الواقع. من الوصف اللي بتعمل. يعني احنا هنكمل طبعا في الحلقة الجاية. انا لسه كنت حابة اطلب من حضرتك ان احنا الرحلة طويلة. عمرها ما هتكمل معنا حلقة الوحدة. فاحنا الحلقة الجاية هنكمل من تلاتة لستة وهنكمل برضو من ستة لتسعة. وبفترة الولادة وما بعدها برضو عايزين نبقى لمينا الموضوع كله. بس انا حابة بس اعرف من حضرتك اودي الحركة المجال ان انت تقول لنا اخيرا نصايح للامهات. من اول تاني يعني قولهم كده نريفراش معيهم. من اول ما انا خدت القرار لحد مرحلة ان يعدي التلات شهور. النصيحة الاولى والاهم هو اللي انت قلتها في بداية الحلقة يا فاطمة ان قرار انجاب الاطفال هو قرار مشترك بينك وبين الزوج. ويجب ان يخضع الامر للنقاش المستفيد ما بينكو لتحقيق كل ما هو جيد وملائم لهذا المولود الجديد اللي هيجي للدنيا. تمام. تاني حاجة فترة الحمل فترة الحمل فترة زهبية فرصة زهبية ليكو انتو الاتنين. اولا لتوطيد العلاقة ما بينكو. لانه خلاص انتو هيبقى بينكو رابط مستمر طول العمر. ثانيا فرصة زهبية انكو تعيشوا حياة صحية. فرصة زهبية انك تساعد مراتك قدر المستطاع وتستوعبها. فرصة زهبية ان انت تركزي زي ما بتقول يا فاطمة كده وتستفيدي من حالة الاحتفاء اللي بتحصل بيكي ان انت حامل وان كل الناس عايزة تساعدك وكل الناس مبسوطة بيكي. ترجمي ده بقى ما ترجميش ده لانشغالك بصغائر الامور. طبعا. او بتوافه الامور. فكري في المسئولية الجسيمة اللي عن انت عندك مسئولية جسيمة. الحفاظ على صحتك والحفاظ على صحة المولود اللي بتكون جواكي دي مسئولية ضخمة جدا جدا. طبعا. تستحق انك تفكري فيها هي بس. اخر نصيحة ارجوكوا اسمعوا بعض لكن كل واحدة مختلفة عن التانية. صح. انتو انتو الحوامل بيتكلموا مع بعض واحيانا تسمعي تجارب من اختك او من اريبتك او من مامتك او كده. ولكن تبقى خصوصية التجربة تجربة خاصة بيكي انتي فقط. وهتلاقي انت نفسك كل حمل مختلف عن التاني. برافو عليكي وهتلاقي نفسك انتي بعد كده لما تيجي تحكي ذكرياتك. هتلاقيها. هتلاقي بتتحكي بتتحكي عليها وهتلاقيها مختلفة تماما عن اللي انتي سمعتيه لان اللي مرة عليك انتي كان مختلف خالص. اكيد. اه واهم حاجة زي محرك طبعا قلتنا ان التلات شهور الاورانين دول مهمين. الجنين بيتكون فيها. اهم حاجات في جسمه بتتكون اللي حتكمل وتخليه. عشان كده ما ناخدش اي ادوية من غير استشارة طبية. ونهتم بالفيتامز اللي الدكاترة تكتبها لنا. بالزبط. كمان في نقطة مهمة قوي يعني يمكن نقولها يمكن تبدو بسيطة لكنها مهمة. لو عندك مشكلة مثلا في الاسنان اعمليها قبل الحمل. اه. لو يعني حاولي تعمليها قبل الحمل. لو عندك خطة لو انتي بتشتغلي. فكري في خطة طويلة المدى بالنسبة للشغل. اه. يعني ليه? لانه في فرق شاسع يا فاطمة. ما بين ان انتي الناس تقدر انك حامل. وما بين ان الناس اه يعني تتعامل معاك على ان انتي لازم نخدمك عشان انتي حامل سواء مثلا في الشغل. فانتي لازم تعملي خطة طويلة المدى يعني ايه? صح. انا هقدر اشتغل لغاية امتى? ام. فعليا. صح. هل الشغل بتاعي هتقبل ان انا اخد اجازة ولا لأ? مثلا يعني. اه. زي ما قلنا. الاهتمام بكل حاجة. يعني في ناس مثلا تقولك ايه? انا هعمل ضايت شديد جدا قبل الحمل. انا انا يعني انا عصرت بعد هزي التجارة. طب ليه بتعمله كده? يقولك اصلا انا هزيت في الحمل. انتي بالضايت الشديد الغير متزن. ضعفتي نفسك قبل الحمل. ضعفتي نفسك او حطيتي نفسك في منطقة ضعف. ثانيا عملتي لخبطة في الهورمون اللي هو جسمك. بزا. يا ستي اتصرفي الطبيعية وبعد الحمل هتفقدي وزنك بهدوء وبتراوي. ام في نقطة احنا ما اتكلمناش فيها بس ما تفتكرش ان احنا نسناها احنا هنبدأ بيها. الاسبوع الجاي بقت رحلتنا عن الحمل وهي احنا ليه بنبقى مسكين لكل الناس على الوحدة? وحاسين كده نبي نظرية مأمرة معمولة حوالينا. دي هتبقى بداية حلقتنا اللي جاية. دي هتبقى بداية حلقتنا. دار فيننا نحن ستواف.